شهد منتدى شباب العالم إشادات دولية واسعة من زعماء ورؤساء الحكومات والمسؤولين بمختلف أنحاء العالم حيث انطلقت فعاليات ونسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونخبة من رؤساء وقادة العالم والشخصيات البارزة المؤثرة وفي إطار التقدير العالمي لمنتدى شباب العالم أسنى جورج فيلا رئيس ملط على المنتدى باعتباره من أهم الفعاليات الشبابية العالمية لسيما في الوضع الحالي القائم الذي تمر به الإنسانية وصفا المنتدى بأنه نموذج رائع لكيفية المواجهة العالمية للأزمات التي تواجه البشرية من خلال حوار شامل ومتنوع ومن جانبه أثناء فاندوكا ماركيز رئيس جمهورية كولومبيا على منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة موجها دعوته للقادة بالعمل للدفاع عن الشباب وحياة هذه الأجيال لبناء الحضر والمستقبل ووصف تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية منتدى شباب العالم كفرصة هائلة لتغذية الكثير من الأفكار وخلق مستقبل أكثر أمنا وصحة مشددا على ضرورة عمل الحكومات على بناء الشباب من أجل أن يلعبوا دورا محوريا في مجتمعاتهم فيما أكدت تاجع ساماويكرا المباوصة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب على أن منتدى شباب العالم يعمل عن نشر السلام وتناغم بين الشباب من مختلف الدول موجهة الشكرة لمصر على دعوتها للمشاركة وأشاد كلاوس يوهانس رئيس جمهورية رومانيا بمنتدى شباب العالم قائلا إن منتدى شباب العالم بات عنصرا هاما في حركة الشباب العالمية لأنه يمنح الشباب مسارا مهما للمشاركة كجيل فتي ومن جانبه أكد قاسم ماجليو رئيس وزراء تنزانيا على دعمه لمنتدى شباب العالم لكي يكون منصة مستدامة من أجل الاستماع إلى كافة الرؤى ولينخرط الشباب في السياسات وجعل عالمنا أفضل ووصف ميجيل موراتينوس وكيل السكريتير العام للأمم المتحدة والممثل السامنة منظمة الأمم المتحدة للتحالف من أجل الحضارات وصف المنتدى بأنه فرصة ذهبية استثنائية للحوار مشيدا بتنظيم الدورة الرابعة ومن جهتها أعربت شمال مزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب الإماراتية عن تقديرها للمشاركة ضمن فعليات الدورة الرابعة لمنتدى شباب العالم قائلة نحن هنا في منتدى شباب العالم لنزرع الأمل مجددا